في الوقت الذي يستبعد فيه أن تلجأ إيران إلى الرد المباشر على الضغط الأمريكية فإنها ستعمد على اتباع أسلوبها المعهود في مواجهة الخصوم حيث تحرك ميليشياتها وتشحنها بأفكار الحرب المقدسة لتتحرك بعدها ضمن المخطط الإيراني دون أي اعتبار لمصلحة الوطن وتداعيات زجه في الصراعة الدولية المؤكد أن الصراع الأمريكي الإيراني سيؤثر سلبا على العراق حيث سيكون ساحة حرب بالوكالة وشعبه ما أن يخرج من حرب حتى يدخل في أشد منها وهو في كل ذلك لم يجني غير الخسائر البشرية والمادية ويصبح المتضرر الأول هو المواطن الذي يبحث عن قوت يومه بجهد جهيد بينما أموال الدولة تنفق على الأحزاب الفاسدة والميليشيات المسلحة التي تغولت في كل مفاصل البلد وهيمنت على جميع مؤسساته والآن تريد من الشعب الاستفافة معها بمعارك جديدة تزيد من تدمير العراق بينما المتخاصمان الأمريكي والإيراني وإن اختلفت مصالحهما فهما حريصان كل الحرص على إبقاء العراق دولة فاشلة ترجمة نانسي قنقر